أهلا بكم مشاهدنا من الجديد والبداية بشان التربويين قالت وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط في تصريح لتلفزيون النهار أن عملية تصحيح وتقييم المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة في قطاع التربية مرت في شفافية تامة وأضفت الوزيرة أن المترشحين الذين لم يسعفوا ملحظ هذه السنة ستكون لهم فرصة في عملية التوظيف طيلة السنة مؤكدة أنه تم احتساب معامل واحد في حساب النقاط التي تحصل عليها المترشحون من أجل ضمان العدالة في عملية التقييم فيما تم منح المناصب للمتحصلين على أعلى النقاط للإشارة فقد أفادت وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط أن الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقة توظيف الأساتذة ستكون بداية من الساعة الثامنة مساء أي بعد ساعة من الآن على الموقع الرسمي للدوان الوطني للامتحانات والمسابقات وتجدر الإشارة أن حوالي 145 ألف مترشح اجتازوا الامتحانات الشفوية يومي الثاني والثالث من شهر أجويلية الجارية اشتركوا في القناة